كاب فان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين في البداية أود أن أشكر كاب فان كاتر على متابعتها للأحداث الوطنية وكذلك الدولية ونحن نعيش على حدث مأساوي عشته مدينة طنجة ألا وهو اغتيال وهدك عرض واغتصاب الحدث القاصر المسمى عدنان بوشوف فهذا الحدث المأساوي تناقلته الصحف الوطنية وكذلك بعض الصحف الدولية نظرا لجسامة وخطورة هذا الفعل بخصوص اختطاف هذا الحدث ترجع وقائع هذه القضية إلى أن الجاني اختطف الحدث أمام منزله وغرر به وتوجه به إلى المنزل الكائن بجواره حاول في بداية الأمر أن يقوم بتغرير الطفل وذلك بمنحه مبلغ مالي كي يمارس عليه الجنس برضاه إلا أن الحدث رفض الأمر وبدأ في الصياح الأمر الذي أخاف الجاني وقام بوضعه بالفراش ومارس عليه شتى أشكال الجنس ومن ثم قد وقع للحدث ما وقع أثناء ممارسة الجنس على الحدث أغمية عليه ونظرا للخوف الذي وقع للجاني قام بوضعه في السطح حتى يأتي الليل وفي تلك الفترة كان الحدث ما زال على قيد الحياة وعندما أقول الحدث هو الطفل فالمشرع الجنائي استعمل لمصطلح الحدث في حين أن مدونة الأسرة استعملت مصطلح الطفل في تلك اللحظة وجد الجاني الخبر في الفيسبوك ألوه هو خبر اختطاف القاصر عندما رجع عليه وجده حي قام بخنقه ومن ثم قام بوضعه في السطح وقام بوضع عليه خشاش حتى يأتي الليل استغل الجاني تلك المكان الفارغ من الناس لوجود أشجار وكذلك وجود بنايات خصوصا أنه في تلك الأماكن مكان خوي نقول أنه توجه به إلى مقربة من منزله وأخرجه حوالي الساعة الرابعة صباحا تم دفنه وعندما عاد إلى المنزل وقام بتغيير ملامح المنزل السرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة تحت إشراف السيد الوكيل العام قامت بتكثيف جهودها وذلك بالاستماع إلى العديد من السكان وخصوصا السكان المجاورين وخصوصا الكاميرا ديال المراقبة سواء الموجودة في العمارة أو الكاميرا الموجودة في البنك الشعبي بالفعل تم إرقاء القبض عليه وتم الاستماع إليه من قبل الضابط القضائية إلا أن حنكة الضابط القضائية جعلته يعترف بسرعة انتقلت إلى عين مكان وقاع القضية أحيل أمس الجاني على أنظار السيد الوكيل العام بخصوص المتابعة التي يمكن نظرا لسرية البحث باعتبار أن مرحلة البحث المهيدي ومرحلة التحقيق الإعدادي هي مرحلة سرية يمكن أقول ونظرا لخبرتنا في المزال الجنائي يمكن نيابة العامة أن تكون قد تابعت الجاني بمقتضيات المادة 492 خصوصا الفقرة الأولى منه باعتبار أن جناية القتل قد تخللته سبقته وصاحبته جناية كذلك يمكن أن تكون قد تابعت بمقتضيات المادة 471 و472 وكذلك مقتضيات المادة 436 من القانون الجنائي البحث ما زال جاريا باعتبار أن المتهم لم يحضر مؤذرا بدفاعه وأن ضمانات المحاكمة العادلة وخصوصا مرحلة التحقيق من بين الضمانات التي ألزمها المشرع المغربي هو حضور المحامي بخصوص المرافقين للجاني يمكن القول ونظرا لما راجع في البحث يمكن أن النيابة العامة يمكن أن تكون قد تابعتهم بمقتضيات المادة 299 من قانون الجنائي باعتبار أن الجاني قام بتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بالإضافة كذلك إلى أن عملهم هو الشركات الموجودة في المناطق الصناعية وتلك الشركات تتخذ نظام التناوب يمكن ما راجع في الأخبار نظرا أن المرحلة البحث مهيدي هي مرحلة سرية والمرحلة تحقيق الإعدادة هي مرحلة كذلك هي مرحلة سرية نحن كمحامون وكذلك كرئيس الجمعية المغربية لرعاية الأطفال والشباب المهمتين سنقوم بتتبع القضية ونقول بأن في هذه المرحلة وصل إلى علمنا أن هذا الأمر صحيح والدليل على ذلك أقول ربما ربما أن النيابة العامة قد تكون قد تابعت الجاني بمقتضيات المادة 436 وكذلك وما يليها و439 من القانون الجنائي بخصوص العقوبة المنتظرة في حق الجاني نقول بأن الحمد لله مدينة طنجة تتوفر على رئيس صرفة الجنايات لديه من الكفاءة والخبرة في هذا المجال وأظن أن العقوبة التي ستطبق لا محالة على الجاني هي عقوبة الإعدام وأقول أن هذه العقوبة هي عقوبة تبقى قليلة في حق ما ارتكبه في حق الطفل لهو طفل اليوم سيصبح شاب الغد وسيصبح رجل الغد بحول الله الجريمة كما قالوا الفقهاء فقهاء ذي العلم إجرام أن الجريمة ظاهرة اجتماعية ملازمة للمجتمع لا يمكن الحديث عن المجتمع بدون الجريمة فبالرغم من السياسة الجنائية باعتبار أن السياسة الجنائية الحديثة هي سياسة وقائية أكثر من هي سياسة الجرية وأن العقوبة الحبسية ليست حل باعتبار بأن المجرم أو الجاني يمكن أن يرتكب فعل كما قال روم روزو يمكن أن يكون أن يرتكب جرم ناتج عن صدفة يمكن أن يرتكب فعل جرمي ناتج بالصدفة مثلا يقدر أنه يكون يتوسي بش حجر الجاني خصوص هذا الحدث نقول أنه حدث حدث مأساوي نتمنى أن لا يتكرر وإن نقول بأن الحق في الحياة هو حق دستوري وإن أن العديد يقول بأنني صراحة أنا مع عقوبة الإعدام وأقولها وأؤكدها حتى يتم الردع الردع العام ثم الردع الخاص تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد